الأطفال، الحلقة الأضعف والضحايا المحتملون في كل الصراعات الأمر أكثر تعقيداً في حالة السودان مئات الأطفال الأيتام ظلوا عالقين في دار أيتام في محيط الاشتباكات في الخرطوم إلى أن تم نقلهم تمكن صليب الأحمر بناء على ترتيبات أمنية مع طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع من تأمين عملية إجلاء هؤلاء الأطفال ونقلهم إلى مكان أكثر أمناً سعداء جداً أننا تمكننا من القيام بالعملية التي طلبها طرف الصراع استطعنا بصفتنا منظمة حيادية إجلاء هؤلاء الأطفال حصلنا على جميع الضمانات للقيام بها كان نجاحاً كبيراً أن نخرج هؤلاء الأطفال الذين يعاني بعضهم من مشاكل عقلية وآخرون من مشاكل صحية من قلب الصراع بالإمكان الآن تقديم رعاية طبية أفضل لهم جرى خلال العملية إجلاء ثلاثمائة طفل تتراوح أعمارهم بين شهر إلى خمسة عشر عاماً وتم وضعهم في مكان أكثر أمناً في مدينة ويد مدني جنوب شرقي الخرطوم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف اعتبر العملية نقطة مضيئة واستظلام الصراع الدائر في السودان منذ الخامس عشر من أبريل الماضي ويأتي الإجلاء بعد وفاة عدد من الأطفال في هذه الدار جراء الجفاف وسوء التغذية وأمراض أخرى وتسبب القتال في السودان في مقتل المئات من المدنيين من بينهم أطفال ولا توجد أرقام رسمية للضحايا من الأطفال غير أن منظمات معنية أشارت إلى وفاة سبعين من الأطفال الأيتام في دور رعاية ترجمة نانسي قنقر